مئة وستين ألف شخص خسروا وظيفة بصورة موقتة أو دايمة بالأشهر السابقة بحسب شركة إنفو برو ريسورتش تلفزيون نشرة توصل مع الشركة اللي كشفت إنه هالرقم إجرى بعد استطلاع 300 شركة بتمثل الكتاع الخاص بكل المناطق اللبنانية شركات صغيرة متوسطة وكبيرة وموزعة بين صناعية تجارية سياحية وغيرة الفترة الزمنية اللي درسها لإستطلاع هي ما قبل 17 تشرين الأول بأشهر وما بعد الثورة والرقم متوقع إنه يعلى من الأسباب إنه آخر ثلاث سنين فقدت الشركات مناعتها واستعملت كل الموارد اللي بتخليها تحصن حالها وزارة العمل اتحركت مقابلها الواقع وشكلت من نحو أربعة أيام لجنة طوارئ من ست أشخاص من كبار لموظفين بالوزارة ومن مختلف دوية للوزارة بالمناطق هدف اللجنة دراست كل حالة لإجراء المقتضى القانوني والبت السريع بالطلبات وأكدت مصادر وزارة العمل لتلفزيون نشرة إنه عملية الصرف ومعاناة الشركات بلشت من أول السنة هايدي ومش من 17 تشرين الأول فمن أول السنة كانت عم بتزيد طلبات الصرف والوزارة حالياً عم تشهد ضغط بالملفات اللي عم تتقدم وزادت المصادر إنه المشكلة عم تضرب الشركة والموظف بكل الكطاعات كرميل هيك الوزير عم بيحاول يعمل تضامن اجتماعي لا ينصف كل جهة والوزارة ما في يعتمنا عملية الصرف ومن الخطوات اللي أخدتها الوزارة تجاه الموظف إنه عند صرف أي موظف لبناني ما رح تجدد الوزارة إيجازة العمل للعمال الأجانب بالشركة أما بالنسبة للشركة فعم يسعى الوزير لتمديد مفعول برائة الزمة وتعليق المهل النظامية بشأن الاشتراكات والمستحقات والسنادات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركات اللي ما عم تعمل صرف جماعة الأرقام سلبية بما خاص نسبة البطالة بين اللبنانيين أو لمعاناة الشركات خاصة إنه المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروش كومار توقع كمان ارتفاع معدل الفقر بلبنان لـ 50% إذا زاد بعد الوضع الاقتصادي سوء ما تنسوا تعمل السبسكريب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة